متابعي قناة InfoTech for You السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلمة النهاردة الموضوع اللي حنتكلم عنه بصراحة موضوع أنا متحمساله جدا هتكلم النهاردة عن Canva Code وCanva من التطبيقات ومن الWeb Application الممتازة جدا التي لاغينا عن استخدامها بالنسبة لي ولو كنت مهتم بCanva وعايز تعرف أكتر عن الأوبديتس أول بأول هتلاقي فيه أسرار برنامج Canva عبارة عن سلسلة موجودة على القناة التانية كل يوم موقع جديد وهذه القناة مهتمة أكتر بتوليد المحتوى المرئي والسامعي بالذكاء الاصطناعي لو حابب أن أنت ياخد فكرة عن المحتوى فطبعا أتمنى أن أنت تشرفني وحتلاقي القناة موجودة في Features Channels الموجودة عندي على القناة الأساسية InfoTech for You وبتظهر في الآخر في End Screen فأتمنى طبعا أن أنت تشرفوني إن شاء الله أوعدكم حتستفيدوا لو أنتم مهتمين بهذا النوع من المحتوى بالنسبة للموضوع النهاردة الموضوع دا اتكلمت عنه يعني على القناة التانية عشان لو فيه متابعين من القناة التانية موجودين عندي ولكن النهاردة أنا حركز على جزء مهم الجزء المتعلق بCanva Code Canva فيه الفترة الأخيرة فيه بعض التحديثات المهمة جدا بالذكاء الاصطناعي وأيضا فيه Canva Create 2025 تم الإعلان عن بعض الأدوات الجديدة والتحديثات الكتيرة جدا اللي حاليا موجودة داخل Canva ومن أهمها Canva AI Canva AI Canva بالذكاء الاصطناعي لو أنت بتستخدم Canva بشكل يومي فCanva AI حيفرق معاك جدا فيه التصميم بشكل عام وأيضا في الكتابة وفيه التصميم الخاص بكتابة Code بشكل خاص وده اللي حنتكلم عنه النهاردة أول حاجة هتبتدي تروح على الرابط الموجود في الوصفة أسفل الفيديو ونبتدي نروح على الواجهة الأساسية الخاصة بCanva هتلاقي عندك هنا حاجة اسمها Canva AI ومكتوب جنبها New لو دست على Canva AI هتلاقي الـ AT فيه كذا option موجود Design for me صمم لي Create an image صمم image طبعا هنا بالذكاء الاصطناعي بيستخدم Dream Labs وأيضا draft document وCode for me على كده نتنقل بشكل سريع ما بين Design for me Create an image Draft a doc ونركز على Code for me وده أساس الفيديو بتاعنا بتاع النهاردة أول حاجة هروح على Design for me صمم لي الجميل إن انت ممكن تختار انت عايز تصممي Social Media Presentation Marketing Cards and Invitations Logo لو روحت على Social Media ودست عليه كده هلاقي جنبه فورمات الفورمات ده حيديك تصميم الخاص بأي منصة من هذه المنصات يعني انت لو عايز تعمل Facebook Cover عايز تعمل Facebook Post عايز تعمل Instagram Post هتعمل Instagram Story أي حاجة حيصممها هتكون مناسبة لأبعاد هذه Social Media فسي مثلاً أنا حتدي أختار Facebook Post هنا ممكن أوصف له أنا عايزة الPost بتاعي بار عن إيه ممكن هنا أقول له a post talks about البوست المفروض بيتكلم عنه فهيديني التصميم الخاص بي Using Canva AI in designing مثلاً طبعاً هو بيدعم اللغة الإنجليزية ما بيدعمش اللغة العربية لأن انت لما تكتب نص باللغة العربية هتلاقيه مش بيفهمه هيقول لك أنا لحد دلوقتي بصفورت فقط اللغة الإنجليزية وهنا حبتدي أدوس Enter أنا عايزةك تعملي Facebook Post بيتكلم عن Canva AI حيبتدي يديني شوية اقتراحات بيعمل نوع من أنواع Brainstorming طبعاً في حاجات هنا هتحس لما الهجدعب اللي احنا بنتكلم عنه ولكن احنا هنختار الحاجة المناسبة سي مثلاً تصميم زي ده تقدرنين تتوقف مثلاً سي على الكلام المكتوب وتغير فيه هل ممكن أنا هنا أكتب باللغة العربية ممكن أنا أكتب باللغة العربية الكلام ده كله كده مش عايزاه وحط الكلام بتاعي باللغة العربية وابتدي أن أنا أدوس علامة الصح حيبتدي يديني الكتابة باللغة العربية وينقل لي كمان البوست لأن العربي دايماً بيكون على اليمين وبالتالي حيكون مكانه في الجزء ده هل ممكن ممكن أن أنا أقوله هنا مثلاً فلو دست على طبعاً هو لسه في الأول يعني مش حيبقى بالجودة اللي أنت متخيلها هو لسه في البداية هنا مثلاً ممكن أختار فيها فيديني حاجات تانية فيها زي كده مثلاً حبتدي أن أنا أروح هنا أغير الكلام ده خليه مثلاً بالعربي وإنت حطيت بالعربية هيشتغل معاك وأنا عايزة أعمل عليه Edit هعمل عليه Edit داخل Canva Editor هنا ممكن كمان تغير الألوان البالت بتاعت الألوان الخاصة بالتصميم الأساسي فيغير لك البالت بتاعت الألوان الخاصة بالتصميم الأساسي حاجة برضه من الحاجات الكويسة جداً وبعدين هتبتدي تروح على Use Canva Editor تروح تعمل Edit داخل Canva Editor هنا هتقدر أن أنت تغير الفونت زي ما أنت عايزه ممكن أروح أغير الفونت طيب هتبقى قادي التصميم مثلاً بمنطقة البساطة بنفس أبعاد الفيسبوك بوست زي ما احنا شايفين تعال نبصوا على حاجة تانية نروح لCanva AI كده مرة تانية وابتدي أرجع هنا طبعاً فيه فورمات كتيرة جداً تقدر تختار ما بينها احنا عايزين نروح بقى نشوف حاجة تانية خلاص أنا مش عايزة design for me أنا عايزة أشوف حاجة أخرى ولتكن create an image create an image هو هيستخدم dream labs تقدر تعمل منه صور حلوة جداً هو محدود في الخطة اللي خدوه لك Canva AI هتلاقي فيه حاجات برضو محدودة فيه الخطة المجانية وفيه حاجات فيه الخطة المدفوعة بتكلك مفتوحة لك بشكل كبير جداً هنا بالنسبة لي create an image هتقدر تحط الوصف الخاص بالصورة وتبتدي ان انت تختار ال style وهنا ايضاً aspect ratio وتبتدي ان انت تنشئ الصورة بتاعتك هو بيخليك ما تخرجش برا Canva ودي ميزة كويسة جداً هرجع مرة تانية اشوف draft a doc الكتابة ممكن اكتب ايه ودي الحتة بقى اللي انا بشوفها انها مهمة مثلاً جداً بالنسبة لأي حد بيكتب blog بيكتب story بيكتب هايز strategy article description اعرفة ان في الحاجات اللي هي فيها عمق يعني وفيها تفاصيل انا افضل طبعاً انت تستخدم shgbt مثلاً من وجهة نظري كان موذج قوي لكن من وجهة نظري في الحاجات الخفيفة يعني خطوصاً زي social post او description او story الحاجات دي tweet مثلاً email ممكن ان انت تستفيد ب Canva AI draft a doc فهنا مثلاً ممكن احط caption ممكن يديني summary ممكن يديني article هنا اقول له مثلاً write an article about تعال بكدا نشوف write an article about the revolution of AI in health care sector the article should مثلاً not exceed 1000 كلمة ما زدتش عن 1000 كلمة وهبتدي ان انا ادوس enter تعال نشوف طبعاً فيه امكانية ان انت تعمل معاه talk تتكلم معاه بالvoice ودي حاجة برضو من الحاجات الكويسة اللي انت مش عايز تقعد تكتب ممكن تفتح المايك وهو ينفذ لك اللي انت عايزه يديني article بص السرعة AI in health care شايفين عطاهالي بشكل canva التصميم بتاع canva تقدر ان انت تروح تعمل share وتبتدي تعمله download زي ما انت عايز عايز تعمله كbdf عايز تعمله كcx براحتك تماماً وكمان تقدر ان انت تعدل عليه يعني ممكن اروح اعدل عليه زي ما انا عايزة نروح مرة تانية لcanva AI ونشوف عندنا ايه وده اللي هنركز عليه وهو code for me احنا هنا هنستخدمه دايماً في عمل حاجات يعني بتجمع ما بين طابع التصميم والinteractive مثلا الابيكيشن البسيطة السهلة هو عطيني شوية use cases ديك شوية examples مثلاً ممكن grocery list builder interactive certificate biology quiz وهنا الحاجات التفاعلية دايماً بتكون لطيفة جداً وجذبة جداً خصة لو انت بتتعامل مع طلبة فبالتالي انا مثلاً عايزة اعمل biology quiz هنا ده مثال طبعاً انت ممكن تروح لشاجي بيتي تجيب الأمر البروفيشن اللي انت عايز وهنا بديك مثال جاهز create an interactive biology quiz for middle school مخصص middle school students بيختبر knowledge المعرفة بتاعتهم في الأساسيات في التمثيل الضوئي في بنية الخلية في تصنيف الحيوانات في النباتات أنواع النباتات مثلاً والخلايا وما إلى ذلك وهنا عايز يختبر بقى مين يختبر middle school students بالحالة دي أنا حبتدي ان أنا أدوس enter هرجع أقول لك وهنا زي ما انت شايف في بيدعم اللغة الإنجليزية حتى الآن في الكتابة لكن انت تقدر تعمل edit بعد كده باللغة العربية فهنا أنا حبتدي أشوفه هو بيكتب الكود شايف كتابته الكود أولاً كتابته الكود سريعة جداً بعد ما حيخلص الكتابة حنبتدي ان احنا نشوف النتيجة تم الانتهاء من الكوز البيولوجي كوز اللي بيختبر middle school students وهنا عندك كزا level easy medium hard هبتدي ان أنا أدوس على easy what is the basic unit مثلاً of life مثلاً هتقول له cell هيدخلك على السؤال اللي بعد وبعد ما يقول لك correct هتدوس على next طب المتابعين انتوا هتقولولي هنستفيد ازاي من حاجة زي كده هتقوم days use in a design هتبتدي تروح لإمكانية ان انت تشوفوا الاول preview على كده نبص عليه preview هيبقى كأن ويبسايد هتشوفوا زي ما احنا شايفين كده على التليفون او على الشاشة publish website وتبتدي ان انت تعمله publish وتشارك اللينك مع مثلاً الطلبة هبتدي اشوف حاجة تانية في canva AI هنبتدي نرجع مرة تانية كده نبص في ايه في ايضاً interactive certificate ممكن تعمل interactive certificate make an interactive certificate of appreciation for my co-worker Alex from the whole team to thank them على الhard work عايزة اعمل شهادة تفاعلية لمثلاً موظف شغال اسمه Alex علشان هشكره على مجهوده هنا هبتدي ادوس enter هبتدي thinking فبيفكر وحيبتدي انه هم يحط لي الكود هنا بيمان coding for you cam lines النقطة بقى ان انت ما بتقدرش ان انت تاخد الكود copy هو بيحولك على طول للحاجة اللي هو عملها بعكس النماذج الذكاء الاصطناعي التانية اللي بتقدر ان انت تأكسس على الكود وتاخد الكود طبعاً فيه امكانية ان انت تعمل ادت عكود ولكن مش من هنا انت بتعمل ادت عكود ان انت بتكتب انت عايز ايه على المسلا interactive certificate يغير لك الوان يعمل لك اي ادت على النتيجة النهائية هتكون من خلال الجزء ده هنا هيبتدي اني على certificate of appreciation زي ما احنا شايفين ونقدر ان احنا نزبطها في الديزاين انت ممكن طبعاً تغير الاسم يعني انا ممكن من قبل ما اعمل enter ابتدي اغير الاسم وغير كل حاجة هو بيديك زي template كده نرجع مرة تانية لcode for me فيه شوية بقي واس cases تحت هنا ممكن مثلاً birthday card simple countdown timer حاجة زي كده create a visually countdown timer وحبتدي اشوف طبعاً انت تقدر زي ما قلتلك بتعدل هنا براحتك قبل ما تدوس enter يبتدي يكتب الكود ويبتدي يديني النتيجة في الاخر هنا ادي timer timer عبارة 15 minute لو عملت start هيبتدي timer يشتغل ممكن انا وقفه ممكن اعمل reset ممكن اعدل اقول خلي timer ده ل30 مثلاً دقيقة هيبتدي ان هو يعمل 30 دقيقة وممكن من الاول خالص انا اقول في التمبلت الخاص بكتابة الكود 15 منت اخليها 30 منت اخليها 40 منت اخليها ساعة زي ما انا عايز انت بتقول use in a design ويبتدي تعمله بريفيو عشان تشوفه ويبتبش الويبسايد في الاخر ممكن هنا اقول change مثلاً color of background to black color ودوس enter هيبتدي يعيد كتابة الكود من الاول وجديد وده انا بعتبره برضو بصراحة اهدار الموارد دي انا انا عايزة عديلي بس على الجزء الخاص بالbackground background هياخد وقت برضو لحد ما يكتب كود من اول وجديد وده استهلاج بصراحة للموارد يعني من وجهة نظري ولكنه في الاخر هيديني النتيجة طبعاً canva code هيكون محدود في الخطة المجانية هو مفتوح هتلاقيه موجود في الخطة المجانية ولكن هيكون اكيد محدود انا بجربه في الخطة المنفوعة عشان يكون معك مؤثر اكتر لما تكون عايز زي ما قلت لك تعمل interactive quiz عايز تعمل flashcards عايز تعمل حاجة فيها نوع من انواع التصميم وتكون جذبة تعليمية هتفيد بشكل كبير جداً لمنزوليدي النهاردة اتمنى انكم استفدتم واشوفكم فيديو قادم بإذن الله على قناة info take for you زي ما بقولك في نهاية كل فيديو ما تنساش تعمل subscribe لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم متابعين الاعزاء انساش اللايك والشير والكومنت دومتم فرعية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته